أكد رئيس الوزراء العراقي حيدا العبادية همية الوحدة بين مكونات الشعب العراقي خلال المواجهة مع تنظيم داعش مؤكدا أن الهدف الوحيد حاليا هو تحرير الموصل وأهلها من عناصر داعش أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية استخباراتية في خمسين قرية تم تحريرها من عناصر تنظيم داعش في الجانب الأيسر من الموصل بحثا عن مطلوبين نافية في الوقت نفس توقف العمليات العسكرية في أي من المحاور واستتقدم كبير لسيامة في المحور الشرقي وفي محافظة تركوك أدى انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون على طريق ناحية العباسي وقضاء الحويجة إلى مصر عدد من مسلح داعش بعد استهداف سيارة تقل عناصر تابعة لما يسمى بديوان الحسبة التابع للتنظيم سياسيا أكد رئيس الوزراء حيدر العبادية أهمية الوحدة بين مكونات الشعب العراقي والتي تجلت في أفضل صورة لها خلال المواجهات مع تنظيم داعش تصريحات العبادية جاءت خلال مؤتمر صحافي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيث أشار إلى أن الهدف الوحيد حاليا هو تحرير الموصل وأهلها من عناصر داعش ولفت العبادية إلى أن القوات المشتركة تتقدم بشكل ثابت في معركة الموصل مؤكدا وجود تعاون كبير من الأهالي ومشيرا في الوقت نفسي إلى أن القوات تسعى بكل جهدها إلى تقليل الخسائر بين المدنيين وفي صفوفها